خاذ البنك المركزي عددا من الإجراءات لكنها لم تعالج حتى الوقت الحالي الارتفاع الذي أثر بشكل كبير على الأسواق بغلاء واضح في الأسعار وقال عضو اللجنة المالية أناب معين الكاظمي إن سيطرة على سعر صرف الدولار بحاجة إلى إجراءات عملية تتخيثها الحكومة بتمويل التجار الحقيقيين وبالسعر الرسمي مشيرا إلى أن تلك الخطوة كفيلة بمعالجة المشكلات السابقة التي أدت إلى غسيل أموال وتهرب الدولار بحجة الحوالات المالية كما أنها تخلق توازنا في الوقت ذاته من شأنه أن يعالج الارتفاع الطارئة في الوقت الحالي وبين الكاظمي أن العراق أصبح يتلقى اليوم نصف الكميات التي كانت تصله في السابق مشددا على أن العراق يصدر يوميا ثلاثة ملايين ونصف مليون برميل بمبلغ خمسة وسبعين دولار للبرميل وهذه مبالغ هائلة يتم حجب نصفها بنحب أثر على حد كبير على كمية المعروض من الدولار في الأسواق المحلية ويرى النائب شريف سليمان أن الوقت قد حان حتى يتدخل البرلمان ويتواصل مع البنك المركزي من أجل إنهاء أزمة ارتفاع سعر سرف الدولار موضحا أن هناك بعض المحاولات من الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على الوضع لكنها ما زالت دون مستوى طموح ويتطلع جميع إلى أن يكون هناك دور من البرلمان من أجل حل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن إلى ذلك بيّن الباحث في شأن الاقتصادي صفوان قصي أن عملية تتبع الدولار خارج البيئة المصرفية يفترض أن تكون تحت الفحص والرقبة شديدة وتحدث عن دول تعرضت إلى عقوبات يمكن لها أن تستخدم سوقا ثانوية فالحصول على العملة صعبة موضحا أن إحدى تلك الدول هي إيران التي وصل حجم التبادل التجاري معها خلال العام الماضي إلى ثمانية مليارات دولار مشددا على أن تلك المبالغ ذهبت إلى إيران بطرق غير رسمية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها وينصح خبراء اقتصاديون البنك المركزي العراقي بإجراء مفاوضات مع الخزانة الأمريكية لفتح نافذة استيراد السلعي مقابل أن تضخ إلى الأسواق الإيرانية من خلال العراق حتى لا يزيد طلب على الدولار النقدي خارج المصارف العراقية وكذا الحال بالنسبة للاقتصاد السوري واللبناني والتركي